تعالوا انتقل معاكم لحاجة مهمة جداً وهي في نفس دات السياقة اللي بنتكلم عليه حتى وإن كنت أنا مختلف بأخذكلم اللي قاله السيد عبدالغاني يعني لكن في النهاية مش دي المسألة يعني دي رؤيته دي رؤية مزيع على قد الحال لكن اللي أنا بتكلم فيه هو أنه التجربة بتقول أن هذه عدوى سريعة للانتشار على كل هلينا نشوف في النهاية لا أحد يكره يعني أنا كنت بقولك أنه مصر كانت هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي خدت قرار أنها تشير فلسطينة عن ظهرها وتمضي قدماً وبمنتهى القوة لأجل فلسطين وشعب فلسطين ولزالت مصر مصر على ذلك بل أنه وحتى يمكن دي تصريحات لمصدر رفيع المستوى طبعاً بالتأكيد مصدر مصري وقايل كده مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة حط تحت دي تسع تلاف خط بكل السبل الممكنة وفي نفس الوقت مصر هتفضل طول الوقت تواجه الشائعات اللي جاية من اليمين اللي جاية من الشمال شمال جنوب شائعات من الداخل إلى آخره وجزء جبير جداً من الشائعات هو أنه يحاول يلهب مشاعرك ويثير حفظتك فيقول لك على فكرة بقى ده في مجند تاني استشهد في الحدثة بتاعة الحدود في رفع الحقيقة أنه لأ بل بالعمال لم يحدث على الإطلاق مفيش كلام عاري من الصحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى